هنعمل الصلطة اليوناني استهلة جداً مش تاخد مننا دقيقة بس جميلة جداً وتنفع مع أي مشاوية بقى حلوة قوي وبارعاً إيه؟ كوباية زبادي بس هو أصل الوصفة بتتعمل بالزبادي اليوناني عشان يوناني اليونان بقى تعارفين؟ فإحنا بدل ما نحط زبادي يوناني هنحط الزبادي العادي بتاعنا حلوة قوي ما فوش مشكلة هو الفرق في الطعم طبعاً فيه شوية بس الزبادي بتاعنا أحلى أنا متحيزة للزبادي بتاعنا أنا معي كوباية زبادي بس مش اللي هي الكوباية الصغيرة اللي متعشى بيها دي لا الكوباية كبيرة يعني هناخد منها اتنين تمام؟ من الصغيرة اللي احنا بنتعشى بيها دي هنحتاج منها اتنين بما يعادل كوباية كده زي كوباية الشاي بلبن من الزبادي تمام؟ عليها معلقتين كبار من زيت الزتون معلقة كبيرة من عصير اللمون معي شبت شبت مفروم تقريباً يعني مثلاً هنقول معلقة بقى دونس مفروم برضو تقريبا معلقة طوم مفروم هم مفصين بس من الطوم المفروم وملح ورشة فلفل خفيفة قوي ومعايا بقى خيار مبشور الخيار يكون مبشور ومعصور كده من المية فانا برضو دلوقتي انا بحطه معاكو هحاول على قد مقدر ان انا اتخلص من ميته يعني عشان ما تبقاش الصلطة مية مية كده وبس تبقى ظريفة جدا جدا ان شاء الله تعجبكم فيها الدريسنج اللي انا قلت عليه عايزين نحط الزيت نحط اللمون تعالى يا لمون ملح نرشة تلفل بسيطة خالص نفص طوم مش كتير تمام نقل بالكلام ده كده كله مع بعضه نحط الزبادي كده بقى كوبايت زبادي نقلب بس كده كويس قوي نتأكد كده انه تقلب حل كده كده نحط الشبت وكمان البقدونس نقلب كده وبعد كده هنحط الخيار عليهم بس انا هل هلاقي هنا عندي هي فين الحلوة اللي انا ايه ممكن استخدمها اوه مش عندي طب انا عندي حل تاني حاول ايه وتخلص من المية بتاعت الخيار دي كده ان انا اعصره كده خيار مبشور ناس كده ونحطينه معاها خيار المبشور ده بقى بيدي كده تعارفين احساس الفرش كده صلطة فرش فاهمين قصدي بس يا جماعة كده هي خلصة خلاص سهلة جدا فضيعا ايه اجيب الطبق اللي هناك اللي انا هنو يقدم فيه اهو واحط فيه بقى السلطة كده لطيفة بقى مع المشاوي جدا وخصوصا بقى ايه الكباب على الطريقة اليونانية اللي احنا عملناه هيليق طبعا ناس عايزة بس كده ايه اناد في الطبق كده اهو وممكن نحط له بقى ايه مثلا ايها ورقة كده من البقدونس ولا الكزبارة ولا اي خضرة عشان بس كده ايه السلطة يبقى شكلها زريحة هنا وهي نعم خطي